قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار صحيفة إسبانية برشلونة يخشى خيانات الزلزولي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدير جيميل الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار نونو سانتو حمد الله أحد أهم العناصر في الاتحاد ولا توجد نية لرحيلها غاب الدولي والمغربي عبد رزاق حمد الله عن مواجهة فريق الاتحاد لحساب الجولة السادسة من منافسة الدورة السعودية وأثر استبعاد عبد رزاق حمد الله من مباراة الأخدود التساؤلات حول التخلص منها لتقليل عدد الأجانب للوصول للعدد القانوني المكون من تمانئة محترفين وأنهى البرتغال نونو سانتو مدرب الاتحاد الجدل حول اقتراب رحيل النجم المغربي حيث قال حمد الله مستمر معنا ولا توجد نية لرحيلها فهو أحد أهم العناصر في الفريق وأضف حمد الله تم استبعاده من مباراة الأخدود لعدم جهزيته لأنه كان مع منتخب المغرب ثم عاد ولم يتدرب بالشكل الكافي لذا تمت إراحتها ورفض نونو سانتو الحديث عن اسم اللاعب الأجنبي الذي سيرحل عن صفوف الفريق بعد اندمام المحترف الإيطالي لويس فليبي الأسبوع الماضي من ريال بيتيسا الإسبانية شابي ألونسو ينصح باير ميونيخ بتقليد الرجراجي أشارت شابي ألونسو مدرب باير لفيركوزن أن المغربي نصير مزرأوي سيكون حلا إضافيا لطمس سخيلة المدير الفني لنادي باير ميونيخ الألمانية لتوظيفه في خط الوسط على غرار ما عمد إليه الناخب الوطني وليد الرجراجي خلال ودية المنتخب الوطني أمام بوركي نفاسو وقالت شابي ألونسو في تصريحات إعلامية هناك عدة خيارات لباير ميونيخ في خط الوسط رغم الحضور المتوقع لجوشوا كيمتش لدى النادي اللاعب كوندرا لايمار الذي بإمكانه شغل هذا المركز وأيضا نوسير مزرأوي كما تم استخدامه مع المنتخب المغربي وفجأة رجراجي جميع المنتسبعين الرياضيين باعتماده على مزرأوي في خط الوسط خلال المباراة الأخيرة لأصود الأطلس أمام المنتخب البوركينا بيوم الثلاثة الماضي خاصة أن اللاعب قدم مرضود طيبا بلاغ عاجل مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد رجراجي يفاجئ النجم الجديد للمنتخب الوطني أمين عدلي لم يدع النجم الصاعد أمين عدلي الفرصة مرضون أن يتفاعل مع مشاركته الأولى مع المنتخب المغربي في المباراة الودي أمام بوركينا فاصو التي انتهت بفوز الأصود بهدف للا شيء وكتب على حسابه الرسمي بالموقع الاجتماعي أنستغرام كانت لحظة لا تنسى إنه انتصار من أجل كل الشعب المغربي وأرفق عدلي الذي تألق في المباراة هذه التدوين بصورة له من المباراة تعلم أنه شارك لأول مرة مع الأصود بعد تألقه مع باير ليفيركوزن الألماني واستطع لعب باير ليفيركوزن إقناع الناخب الوطني وليد رجراجي بالمؤهلات التقنية والبدنية التي يملكها فاللاعب الذي يشغل مركز جناح ودون النظر إلى التمرارة التي سجل منها اللاعب ناحي هدف الفوز على بوركينا فاصو في المباراة الأخيرة تحرك وناور بنجاح وهو الأمر الذي أعجب الناخب الوطني الذي أثنى على اللاعب في مستودعات الملابس وهنأه على المردود الذي قدمه في أول مواجهة ضد منتخب الخيول في انتظار أن يواصل اللمعان مستقبلا صحيفة إسبانية برشالون يخشى خيانة الزلزولي يخشى فريق برشالون الإسباني لكرة القدم خيانة من الدولة المغرب عبدالصمد الزلزولي على اعتبار أن الأخير خاض تدريبة طيلة فترة الإعداد مع الفريق الكتالوني قبل أن يوقع قبل أيام قليلة مع بيتيس علما أن الفريقين سيخوضان اليوم مباراة بينهما في إطار الليغا وحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن الزلزولي سيكون العدو الحميم لبرشالون في مباراة اليوم بالسبب أنه حضر فترة الإعداد مع النادي الكتالوني وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لعب الأسود خاض أيضا بداية الموسم بقميس البرسا وبالتالي فإنه يعرف جيدا أفكار تشافي وخططه في الموسم الحالي وذكرت أن اللاعب المغربي سيشرح كل ما يعرفه من أسرار عن فكري برشالون واتشافي لزملائه ومدربه في ريال بيتيس حمد الله يجب أن نقدم أكثر للمتضررين من زلزال المغرب حقق المنتخب المغربي لكرة القدم انتصارا جديدا على نظره منتخب بورك نفاص يوم الثلاثاء بهدف النظيف في المباراة الودية التي جمعت بينهما على ملعاب لانسا الفرنسية أحرزه نجم مارسيليا الفرنسي عز الدين أناحي وذلك في إطار السعدادات المنتخبين معا لبطولة كأس أمم أفريقية التي ستقام في الساحل العج مطلع السنة المقبلة ولعبة هذه المباراة في أجواء من الحداد والأساء بعد الزلزال العنف الذي ضرب المغرب مساء الجمعة الماضية وفي هذا الإطار كشف عبد الرزاق حمد الله في تصرح لموقع العربي الجديد عن أن المبادرة التي قام بها لاحب منتخب المغرب تجاه ضحي الزلزال المدمر من خلال التنازل عن أرباح المباريات إلى غاية بطولة كأس أمم أفريقيا لا تساوي شيئا وتبقى عادية جدا وبالتالي ما زال هناك مبادرات أخرى سيتخذها اللاعب وبقية أعضاء الجهاز الفني والإداري في القريب العاجل وتبا حديثه قائلا يجب أن نقدم أكثر للمتضرر لأن بينهم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأبناءنا الذي نقضوا من جراء هذه الكارتا وبالتالي يجب علينا أن نكون في الموعد حتى نخفف من معاناة أسر وعائلة منكب الزلزال الذي ضرب المغرب وحول الرسالة التي ينبغي توجيهها إلى المغرب في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها المغرب أكد عبد الرزاق حمد الله نجم نادي تحجد السعودي أن الشعب المغربي لا يحتاج لأي رسالة لأنه معروف بكرمه وجوده وحبه للعمل الخير والإنساني وهو ما يفسر انخرطه الكل في دعم ومؤذرة أسر وعائلة الضحايا في محنتهم الصعبة وفضل حمد الله عدم الحديث عن غيابه عن التشكلة الأساسية للمنتخب المغربي بالرغم من تألقه اللافت مع نادي تحجد السعودي منذ بداية الموسم الكرة والحالي إذ يعتبره الدفع المميز إلى جانب الفرنسي كاريم بن سيماء يذكر أن المدرب ليدراجراجي قرر الاحتفاظ بعبد الرزاق حمد الله على ذكة البودلاء في مواجهة منتخب المغرب ونظره منتخب بورك نفاسو مقابل الاعتماد على أمين عدلي نجم نادي باير لفركوزن الألماني أساسيا في أول مشاركة له بقميز سيماء انتخب أصود الأطلس قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم نونو السانطو حمد الله أحد أهم العناصر في الاتحاد ولا توجد نية لرحيلها تشابي ألونسو ينصح باير ميونيخ بتقليد وليد رغراقي بلاغ عاجل مدرب المنتخب الوطني المغربي وليد رغراقي يفاجئ النجم الجديد للمنتخب الوطني أمين عدلي صحيفة إسبانية برشلونة يخشى خيانات الزلزولي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد الأخبار